اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن ذلك لم يغير من قناعات مورينيو بحسب نفس المصدر وعوار سيكون اساسيا كما فعل دائما في فترة التعذيرات مورينيو جهز ناديه على اساس عوار وسط وصنع العابه وهو ما سيتأكد غدا متبقي على الجزائر فقط ان يثبت نفسه قبل لقاء برايدن الذي اقم عشية اليوم ادلى غاري اونيل مدرب والفرهامتن بتصريحات اعلامية تصريحة تكلم في جزء منها على لاعبه الجزائرين رايان ايت نوري غاري اونيل اثنى كثيرا على العمل الذي قام به رايان في الفترة الاخيرة وقال انه اظهر مستويات كبيرة في التدريبات اونيل قال انه سعيد بما اظهره ايت نوري منذ وصوله للفريق قبل ايام يقصد نفسها طبعا مدرب الورفز سئل ايضا عن امكانية رحيل الجزائري قبل نهاية فترة التحويلات بعد ايام قليلة من الان خاصة ان مصادر كثيرة اكدت ان الادارة تريد حقا بيئة للحصول على الاموال غاري اونيل نفى الامر بطريقة غير مباشرة وقال ان ايت نوري سعيد مع الفريق وان لغة جسده تؤكد ذلك كما انه لم يشعر ابدا بعدم ارتياح اللعب معه لذلك لا يمكن الحديث عن رغبة في الرحيل تصريحات مدرب الورفز الجديد ليست مجرد كلام كما كان يصنع المدرب السابق لوبتيغي لان غاري اونيل اشترك حقا ايت نوري في اول لقاء كاساسي كما اشتركه اليوم ايضا كاساسي ريدا بريطان وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة في الجزائري ويؤكد ايضا الرغبة ربما في الاحتفاظ به الى ذلك كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي ان ادارة نيس ما زالت ترغب في ضم الدول الجزائري ادارة نيس كانت قد خرجت من سباق التعاقد مع رايان وتوجهت للاعب اخرين بحجة ان قيمة السفقة كبيرة لكن يبدو انهم قد عادوا لطلبه ولم تشر التقارير الفرنسي للقيمة التي ستقدمها ادارة نيس لنظيرتها عفوا من الورفز لكن يجب ان تكون كبيرة استهلت دول الجزائري ايمن محيوس محيوس مشاركاته مع فريق سويسر الجديد ايبردون باحسن طريقة ممكنة محيوس شارك اساسيا اليوم في لقاء الكأس ضد نادي اوت جروير وسجل روضعية كاملة كلها في الشوط الاول في لقاء انفز فيه فريقه بتسعة اهداف نظيفة اللقاء كان سهل بالنظر للنتيجة ولذلك فان محيوس مطالب باستغلال الامر والتألق في البطولة الاهم وهي الدوري تكلمت في عدد سابق قبل عدة اسابيع عن رغبة نادي بولونيا الايطالي في التعاقد مع لاعب الخضر ونادي نيس بيلال براهيمي الرغبة يبدو انها اختفت تدريجيا مع ثوالي الايام لكن فجأة عاد اهتمام النادي الايطالي بالجزائري لدرجة ان كثير من المصادر الايطالية كشفت ان المفاوضات تقدمت بصورة كبيرة والاتفاق بات قريب وقريب جدا المصادر الايطالية قالت ان نادي بولونيا قدم فعلا اول عرض رسمي وقد وصلت قيمة العرض لسبعة ملايين اورو ورغم انه عرض اول الا انه كان مقنع جدا على ما يبدو وهو ما دفع به كثير من المصادر الفرنسية والايطالية للتكلم عن اتفاق نهائي وان اللاعب قد ينتقل سريعا وفي الوقت الذي تكلمت فيه كثير من المصادر الايطالية عن اتفاق نهائي وتوقيع وشيك قالت صحيفة نيس ماتا صباح اليوم ان الامر غير دقيق صحيفة صحيح ان وجهات النظر متقاربة جدا وان الاتفاق قريب لكن هناك بعض التفاصيل التي لم يتم الاتفاق عليها بعد ما يؤكد ان الانتقال ليس قريب هو تواجد ابراهيمي في قائمة نيس المعنية بلقاء الغضب في الدور ضد اللوريوم ابراهيمي وبدون شك يقضي ايامه الاخيرة مع زملائه في الدور الفرنسي قبل الصفر لايطاليا وبدأ تجربة جديدة في الكارتشو ما زالت الاخبار تتوالى عن امكانية راحي اللاعب الخضر محمد سليم فارس عن فريقه الحالي لاتسيو مدرب لاتسيو صاريو بحسب نفس المصادر لم يعد يرغب في الابقاء عليهم ومع الضغط الكبير يبدو ان الوجه ستكون باب الخروج كثير من التقارير الايطالية كشفت يوم امس ان الجزائر قد يكونوا عفوا لاعبا في نادي سالارنيتانا الامور تطورت كثيرا في اليومين الاخيرين بخصوص انتقال فارس لسالارنيتانا خصوصا نادي ساليرنو وبحسب مصادر او موقع كالتو مركاتو قدم فعلا اول ارض عبارة عن قيمة مالية اضافة للحارس الوجي سي بي ادارة لاتسيو يمكن ان توافق على الارض خاصة انها بحاجة ماسة لحارس لكن من دون كشف اي تفاصيل اخرى خاصة القيمة المالية وفي خطوة جديدة تؤكد ان فارس يرحل قال موقع لالارضي السامونوي ان الجزائري لم يتواجد في تدريبات فريقه اليوم امس الجمعة وربما يكون قد ابعد عن التدريبات اليوم ايضا الامر له تفسير وحيد وهو الرحيل القريب للجزائري لكن من دون تحديد وجهة لكن وبما ان الحديث عن سالارنيتانا فانه قد يكون الوجهة المقبلة ادل مدرب اندرلاخت براين ريمار بتصريحات اعلامية تكلم فيها عن التدعيمات التي قام بها خاصة في الشق الهجومي ريمار ورغم انه ضم تسعة لاعبين في الصيف من بينهم مهاجمان الا انه كان جشع بحسب وصف الاعلام البلجيكي كيف لا وهو الذي طالب بمهاجم ثالث اسم معروف ومأشوق من طرف انصار النادي وحتى المدرب نفسه وهو اسلام سليماني ريمار قال انه يحب سليماني كثيرا وقد ساعد كثيرا بالعمل معه في الموسم الماضي حيث قدم اضافة كبيرة جدا مدرب اندرلاخت قال انه يملك حاليا ثلاث مهاجمين وهو عدد قد يره البعض كافي لكنه لن يقول لا ابدا ان عاد سليماني مع الفريق وان الامور مطروكة الان للادارة من اجل حسم الامور معه والباب مفتوح له ان قرر العودة وفي الوقت الذي فتع به مدرب اندرلاخت الباب مشرعا لاجل عودة اسلام ما زالت كثير من التقارير تؤكد انه اقرب للدور البرازيلي سليماني ارتبط ما من هناك مع ناديين لغاية الان كوريتيبا وبوتافوغو هذين الناديين لم يتدعم لغاية يوم امس بمهاجم ويمكن ان يكون اي منهما اقرب لاسلام بحسب التقارير الصادرة اليوم يبدو ان ابعاد لاعب الخضر فارس شايبي عن لقاع باريسان جرما الذي اقيم صهرات اليوم كان تهميش اكثر منه اتفاق من اجل بيع اللاعب تقارير فرنسية كثيرة تكلمت عن الصراع يكون قد بدأ بين اللاعب وبين ادارة ناديه لا يعلم الى اين سينتهي مدرب نادي تولوز كارلاس مارتيناز وفي تبريره لتهميش فارس شايبي قال انه قرار اداري وليس فني كارلاس مارتيناز قال ان الادارة رأت ان تفكير شايبي في امور اخرى وبما انه ليس جاهز للمشاركة كان من الضروري ابعاده وهو ما حصل تفكير في امور اخرى يقصد هنا الرغبة في الرحيل الامر لم يعجب وكيل اعمال الجزائري ولا عائلته مصادر من صحيفة ليكيب قالت ان مقربون من شايبي غاضبون جدا من قرار ادارة تولوز ويرون ان تهميش اللاعب غير مبرر ليكيب قالت ان انتقال فارس شايبي ليس وشيك وكان يجب ابقاؤه مع الفريق للعب هذا اللقاء على الاقل وتهميشه قرار غير منطقي اللاعب نفسه رد على قرار ادارة ناديه بسخرية شايبي نشر هذه الصورة اليوم السبت على حسابه في استوري انستجرام حيث اظهر سعادته الكبيرة بالمشاركة مع الفريق الثاني الناشط في الناسيونال دو اي القسم الرابع حيث اظهر انه غير ابيه تماما بتهميشه القطيعة بين شايبي وادارة ناديه حدثت للأسف اعتقد ان الرحيل سيكون احسن حل لكل الاطراف على شيء بان يعمل بقوة على الرحيل لان بقاءه مع وجود قطع بينه وبين ناديه وبين مدربه لن يكون ابدا في صالحه استهل الدولي الجزائري اندي ديلور موسمه القطري مع ناديه اومصالال بخسارة كبيرة بتلاثية مقابل هدف وحيد ضد نادي السد بالرغم من ان اللقاء اقيم على ارض ملعبهم ديلور الذي حمل شارة القيادة كان صاحب الهدف الوحيد لفريقيا بعد ان وضع الكرة بطريقة رائعة طوق الحارس والمدافعين اللقاء عارف مشاركة الدولي الاخر ديبتور لكحل كاساسي فيما غاب من جانب السد الجزائري الثالث بغداد بنجاح ولم يعلم بعد سبب ابعاد بنجاح عن التشكيل الاساسية وهل الامر علاقة بالنقد اللاذع الذي لحقه بعد خروج السد من البطولة العربية الاخيرة لاعب جزائري اخر قد تألق بقوة في الجولة الاولى من الدور القطري وهو الفنان يسين ابراهيمي ابراهيمي كان قد سجل هدفا رائعا وقدم كرة حاسمة في تعادل فريقي المثير ضد نادي قطر باربعة لاربعة الجزائري نال المكافأة التي يستحق حيث تواجد في تشكيلة سوفا سكور عن الجولة الاولى للدور القطري ابراهيمي نال تقييما جد مميز وصل لثمانية فاصل واحد وهو من اعلى التقييمات في كل الجولة ياسين كان قد قدم ارقاما رهيبة في لقاء قطر سواء من خلال التمريرات التمريرات الناجحة المراوغات وارقام اخرى كثيرة جعلته من العلامات البارزة في بداية الدوري نال الدولي الجزائري السابق اليكساندر اوكيجا اشاد كابيرا اليوم السابق في الاعلام الفرنسي بعد مستواها المميز في لقاء مارسيليا الذي اقيم صهرت امس فرغم ان فريقه تلقى هدفين وانتهى اللقاء بالتعادل الا ان اوكيجا وقف الند للند امام مهاجم مارسيليا ومنع الكثير من الاهداف في صورة عن الجولة الاولى التي توج فيها بجائزة افضل حارس اوكيجا يقدم بداية موسم كبيرة جدا تدفع الكثيرين للتساؤل عن السر وراء السماح له بالاعتزال الدولي بداية الموسم مميز لاوكيجا تؤكد ان الخضر كانوا قادرين على الاستفادة منها على الاقل لتقوية المنافسة في مركز حارس المرمى امام موندريا الذي يلعى في الدرجة الثانية الفرنسية وزغبا الذي يلعب في السعودية كرمت ادارة نادي الضمك لاعبها الجزائري فاروق شافعي بعد وصوله لعتبة الماءة لقاء مع الفريق شافعي القائد قدم طيلة فترة تواجده مع ضمك مستوى ثابت ودائما ما كان في المستوى ووصوله لعتبة الماءة لقاء ليس مفاجئا بالمرة بل على العكس يمكن ان يواصل الظهور لارقام رهيبة اخرى بالرغم من ان اندية السعودية تغير محترفها باستمرار الا ان شافعي يلعب موسمه الرابع وربما يصل لحد مواسم قياسي في السنوات المقبلة الى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي خدا ان شاء الله ابقوا اوفيئة للقناة السلام عليكم